مغرب ما كان وباقي ما زال مع التاريخ عنده معان جدودنا واسلافنا خلاو باش نفتخ روحنا ونحبا مشكل الحليب، مشكل الساميد، مشكل الموز وغيرهم المشاكل في الجمهورية الموز التي تعاني منها والتي يعاني منها الشعب الجزائري اليوم سوف نسلط الأدواء على مشكل السيارات للجزائريين محرومين منها ونظن أن كوريا الشمالية والجزائر هم الوحيدين في العالم لما يستوردون سيارات السلام عليكم أخوتي أخواتي العزاز مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم غوكا انفو معكم حاتم المرابل أكيد بثاف الناس منكم سوف يسعبون كيف دولة نفتية وغازية دولة تسعى بكل مالها وجودها بش تخلق دولة البوليخاريو أو ما يسمى بسندلسان عندها هذا الكم الهائل وغرق في الكواريد كاملة قاعد المغاربة تصوروا أن الجزائر النفتية والغازية خاصة تكون بحل دول الخادش أما كان غير الفراري والمازيراتي والميرسيدس والجيف والتيسلا وغيرها من السيارات الغالية لكن الجزائر فضلت أنها تدعم البوليخاريو على أنها تعيش الشعب ديالة في نعيم التراوات البطنية والمثل المغربي تقول فلوس الحرام مع مركة ربيبهم الريش وهذا كنطبق على الكيان المصطنع الجزائر لأن كل هذه التراوات كاملة هي تراوات في ملك دول أخرى كليبيا وتونس والمغرب أجلوا دابا نغطسوا قليلا في هذه المشكلة لرفض الجزائر استيراد السيارات من الخارج وكي تفهموا الكاريتا تقريبا من 2016 وهذه المشكلة لإستيراد السيارات كين نعطيكم مثال لكي تفهموا كيف نوصل هذه الكاريتا واحد الجزائري لديه سيارة شراءة في 2013 هذه السيارة التي دوزت أكثر من سبع سنوات يعطيها تقريبا نفس الثامنها وهي جديدة أو أغلى يعني كعطيه الثامن طالع على الثامن هذه السيارة نفسها جديدة موديل 2021 مثلا تشريتي سيارة بـ 25 مليون مغربية في المغرب وستبيعها من بعد سنوات بـ 40 مليون أو 30 مليون مغربية ستقولوا لي وزتي فيها يا حاتم هذه الخيال العلمي لا يمكن خيال العلمي بالصح ولكن هذا الشيء الذي يعيشه في الجزائر وأصلا هذا الجزائري لا يستطيع أن يبيعها ستقول لي مرة أخرى والعجب هذا وعطيه ثامن خيالي وهي أصلا قديمة لماذا لا يبيعها؟ لأنه بكل بساطة أخوتي لا يمكن أن يبعها سيارة لكي يشريها ومشكلة مع تبوص بعض الزرق نفخ نريشهم علينا والنفطان على السماء ومحتى أبسط الحقوق لا يوجدهم ولماذا أخوتي حاتم مسلول هذه الكاريتة وهذه الفضيحة؟ عندكم الصح، راولات فضيحة عالمية كل مواقع وكل جرائد وكل قنوات العالمية كتكلم اليوم عن ماذا هذه الاستيراد السيارة؟ الجزائر التي تشري السلاح بعشرات مليار دولار سنويا والتي تسلح البولي خاريو لماذا لا تنقش مثلا قليلا من هذه الميزانية وتجيب سيارات للمواطنين ديالها؟ هذا السؤال سنجاوبكم عليه ولكن في آخر الفيديو المهم الفضيحة وصلات البي بي سي وصلات الفرنس وصلات القنوات أوروبية وقنوات عربية كل شيء يتكلم وستغرب على هذه المازالة التي وقعها في الجزائر والتي سنزدها على مازالة الحليب والساميد والخبز والمقارون والسيولة وغيرها من المهازم التي تعيشها هذه الدولة الضعيفة المشكلة أصلا انتفاق المبدأ من غلق هذه المصانع التي خسروا فيها أكثر من سبعة لمليار دولار فقط لكي نفسه يضيقوا على المغرب والطامة الكبرى كانوا غير كنفخور روايد لا كانت تصنيع ولا ورد إذا فشح بسواد أصحاب المصانع فالدولة صدت لهم كل شيء وأصلا الشركات الفرنسية صدت عندهم لأنها ضررت كثير من الكورونا الدولة اخذت هذه المشاكل دريعة وصدت هذه الباب لكي تحافظ على العملة الصعبة داخل جزائر تماما كيف مدار تفش منعات استيراد اللحم المجمدة والعجائن وبكثير من المواد الأساسية الهدف هو الحفاظ على ما تبقى من العملة الصعبة لأن الجزائر متوجهة للإفلاس فهي تحاول تحميها دوك شوية العملة اللي بقوا عندها داخل الجزائر دبا أنا بغيت غير أن نفهم حاجة واحدة صدعتونا بالقهوة الإقليمية وإحنا سويد إفريقيا وإحنا هم الأقوية وغير قولوا لنا فاش أنتم أقوية أنا بل أنتم أقوية في جوج الحويش في الكذوب وفي الشعارات الكيان الجزائري ما تحترم الشعب دياله السفير الجزائري في ألمانيا عبد المجيد كذبون دخل الجزائر وصادق ومضع لقانون المالية المادة 110 من قانون المالية الجديد ينص على السماح باستيراد السيارات التي تقل على ثلاث سنوات إذن القانون كين ووفق عليه البرلمان ووفق عليه السفير الجزائري في ألمانيا يكذبون ما الذي يمنعكم من تطبيق ذياله؟ صحافة الصرف الصحي الجزائرية كل نهار تخرج بخابر صار للجزائريين وآخرا جزائر ستفتح استيراد السيارات هذا هو تاريخ بدء عملية استيراد السيارات كل نهار لا يوجد كذب 40 مليون جزائري يخدامين غير بالسيارات التي كانت عندهم من قبل لا يوجد سيارات جديدة ولا يوجد سيارات قديمة مستوردة صورة معي جزائري ولد البلاد ليس من حقه أنه يستورد سيارة وخلق قانون كين ولكن مرتزع من البوليزاريو يمكن أن يجيبها من إسبانيا أو فراسا أو من دولة أوروبية ويعود بيعاب ثمن جديد في الجزائر أخوتي كيف سمزه السيارات القدام في الجزائر يتباعوا غلى من ثمن السيارات الجديدة هذا سؤال المطرح القانون كين والبرلمان والرئيس موافقين عليه لماذا وزير الصناعة لا يتبقوا؟ وجده سوريا في الجزائر وزير الصناعة عنده الحق أنه يرفض قانون المالي والمادة 110 إذن هذا تلاعب وكاذب على الدقون كيف يعقل لدولة اتفاقية مع روسيا لتشري سوخوي 57 مقادرة تشري حتى ضاسية ودخلها في الجزائر وهذه العامة مازالة بكل مقاييس لا يوجد الجزائر يتلاقون مع الحليب أو مع الحم أو مع السميدة أو مع المقارون يزيدكم حتى السيارات صوروا معي المغاربة بلادكم تمنعكم من شراء السيارات داخل المغرب ماذا عمر المغرب قال لكم سوف نستورج السيارات حيث تخيفين تهربلين العملة الصعبة صاحبي مؤخرا شراء واحد السيارة في المغرب قبل أن نذكره الماركة لأننا لم ندروا الإشهار واختار واحد اللون الذي لم يكن لديهم في المحل أو لم يكن لديهم في المحل والله احتجابوا لي في 20 يوم تقريبا السيارة التي اختارها من ألمانيا صراحة كنت تعدى على المغرب لذي نقارنه مع تزريبة لذي نفس الشرق وكتقتلونها غير بالثيقة في النفس وانتو مغارقين في عبودية العسكر حتى الوذنكم وشعرتوا ما هو المعنى لأن بلادك تمنعك من حق شراء السيارات وانت بلادك كان عندها أكثر من ألفين مليار دولار ألفين مليار دولار إلا استفتيهم دولار مرة دولار ردد لكم ناطحة السحاب من الأموال هذا يصبح الزرق ملاقي لحليب، للمقارن، للحم لبانان، لسيارات، لسيولة واللائحة طويلة من هذه المشاكل ولكن عنده الوقت أن يأتي في المغاربة ويأتي يدعم البوليخاري وفلسطين والله إله القضية هذه نستغرب منها والآن لا تريد أن نستغرب هذه هي النقطة للقرض التي تريد أن يصر الغزالة في نظركم الوزير المكلف بهذا الملف وهو وزير صناعة أصلاً أنا لم أفهمت أشدخل وزير صناعة في استيراد السيارات هذا الوزير الصناعة ممكن أن يتدخل في السيارات إذا كان يصنعهم أو يركبهم داخلياً في الجزائر ومن طبيعي يكون وزير تجارة وتصدير أرجل الدجاج لمنزوعات العظام وهو الذي سيكون مكلف بهذا الملف المهمة أقول لكم مرحة زريبة كل شي فيها بالمقلوب هذا الوزير السيادي قال لهم كان عصابات وخاصة في مارسيليا والجزائر اللي رهام استفدام الاستيراد فكرني غير في وزير فكرني أنهم سنحارب عصابة الحليب وخبز وعصابة اللحم وعصابات كذلك حتى هذا قال لهم كان عصابة السيارات تصوروا معي في نوصل المستوى للوزراء في الزريبة الشرقية هذه الزريبة فيها عصابة عسكرية حاكمة في عصابات الحليب واللحم والسيارات والسيولة وغيرها وما أنتم دولة ريبة في كل المجالات ويحصرها مجالات أساسية للمواطن الجزائري وقد قلوا لنا نحن مستهدفين وكان أيادي خارجية وأنتم رأيكم تبقوا في العديدين وعرفتوا العدو لكم ستبقوا فيه ورحمكم ورأيكم زريبة حتى حاجة مقادة عندكم ماذا ستسهدف فيكم؟ كنت قلتوا خير وقلتوا وقلتوا الزريبة لكم لديكم بلصمة تخسرها في سبيل قضية البوليخاريو الخاسرة والوهمية وقلتكم تركزوا وضعوا في رأسكم على المشاكل الداخلية 51 عام ونرى ما وحتى تتسروا ماذا لديكم داخليا وذلك الساعة أجلوا مرحبا وضعوا المغرب وخسروا أموالكم لكي تحاولوا تقسموا ودعموا دولة سنداليستان الوهمية رأي ذاك شيئا لماذا ستسدين عليكم الحدود في الجزائر بحل الفللس رأيهم خايفين جاءوا المغرب وتشاهدوا كيفية الناس عايشين وبالزاف دي جزائريين داروا فيديوهات اللي جاءوا المغرب وشافوا بأن المغرب هرب عليهم بعشرات السنوات الضوائية للتوضيح أنا ما كنقول لكم ما نحن في المغرب عايشين بحل سويسرا أو ساويد إفريقيا لكن على الأقل عايشين حسن ألف مرة من دولة بيترولية وغازية ومن الكثير من الدول اللي بحالنا والليحدانة هذا ما نرى بالنسبة للمغرب يوجد مدين الرعب يوجد مدين الخليم المغرب ممكن أن تجدها كشكي على الخدمة أو على الفساد الإداري أو على الجريساج ولكن ما عمرك ستجدها تصف على الحليب أو معنى عليه للحم أو معنى عليه العجائن أو الخبز أو قاطع عليه استيراد السيارات وغيرها أو أنه يمشي ولا يجد الفلوس في البنكة أو في الباري وعندما تعرفوا أنهم مغارقين في العشوائية والتخلف الوزير الصناعة قال لهم لأن النظام البنكي في الجزائر غير جائز لتحويل الأموال إلى الخارج وأن المستفيد الوحيد هو السكوار أو السوق السوداء في الجزائر في الصرف العملات هذه هي قمة التخلف وأصلا لماذا لديك نظام بنكي لا يسمح بتحويل الأموال إلى الخارج إذن المستثمرين لا يريدون لديك وإنك الدولة لماذا لديك مكاتب الصرف الدولار أو العملات الصعبة رأى أمر طبيعي وعادي جدا أن السوق السوداء يكون عندك ويكون قوي وصراحة برافو لسكوار أنهم قدروا يصرفوا الأوحية 60 سبيكة الذهب ما هي 60 سبيكة الذهب ما ستفعله هذا الفلوس بنترى أجلوا أجلوا واحدة الاستراحة سأخبركم لمدة ثلاثين ثانية واحدة عنوان في واحدة الجريدة جزائرية عنده علاقة مع السيارات حاولوا تقرأوا وحاولوا تفهموا العنوان قال لك هكذا زورت جمعية أشرار وطائق سيارات هكذا زورت جمعية أشرار وقلتوا يكتبوا يمكن جمعية أضرار لأنه جمعية أشرار لا يفهمون زعمة أشرار تقرأوا جمعية أو كيفية هذه القضية الجواب كان في هذه الصورة اللي سوف نعطي لكم نراها كاملين ونرجع موسيقى واذا فهمتوا ماذا نريد أنه قال لك بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار ودبل وزراء مقدم لا رئيسه لا إعلام وين غادي أحمدي وانا تنقرأ هذا المقال جانب حالي لكي نتفرج في الرسم سبيسون والأشرار لكي ننفذك الرسم جمعية أشرار واذا تريد أن تقتلوننا بالضحك او ماذا لهذا فديكم كتبوا على الأقل باتهامين بتكوين عصابة إجرامية أو عصابة لسرقة وتزوير سيارات أو وطائق السيارات قال لك جمعية أشرار وكذلك تأكدوا لماذا سميت هذا الكياء الجزائري بزريبة وزير الصناعة في جواب له على سؤال كخص مشكلة السيارات قال أنا أستغرب لماذا تمتيلية الدبلوماسية الخارجية في الجزائر من انكسالي المهمة لهم كيبيع السيارات لهم للجزائريين واتسأل بالحرف لماذا تلجأ تمتيلية دبلوماسية لبيع سيارة يقل عمره على ثلاث سنوات قبل أن يرد على نفسه إلا إذا كانت تريد خلق مضاربة في سوق السيارات في الجزائر واذا بنتم مصورتوا السيارات ما خلتوا هذه التمتيلية تترزقوا معكم واذا عرفتوا وفين غتوصل شو هذه الدولة هذه الشقق والنفاق والتمتيلية الدبلوماسية الخارجية عارفة عندكم مشكلة لإستيراد السيارات وكيف يبيعون لكم السيارات وكيف يتبزنسوا معكم ما هذا الانحيطات وصلتوا لي ولد سيارة قديمة في الجزائر تساوي ضعف 8 سيارة جديدة وقد استغربت كثيرا لنرى عندهم الوقت أنهم يخشون في النزاع المفتعل بوليزاريو المغرب وفي كون صغيرة وكبيرة وزاد هذا الوزير قال لك العصابة تزيد هذا بطبيعة الحال كامل على حساب الجيب الجزائري الذي يدخله على المغرب وعلى البوليزاريو ويسيب في المغربة هذه هي تقتل القتل وتمشون في القنازة وراء هذه المضاربات ورفع الأسعار على المواطن الجزائري رأيكم أنهم السبب الأول والواحد فيه دخلوا ليهم السيارات الجديدة والقديمة والعرض غادي والثامن غادي أنا أصلا عرف بأن المغربة هو من يحلو المشكلة للشعب الجزائري في القضية هذه السيارات لأن النظام الجزائري يجب أن يشاهدون في المغربة يتكلمون عن هذا الموضوع وكيف يستغربون أن في الجزائر لديهم مشكلة للإستيراد السيارات فكونوا أكيدين أنهم سيجعلون النفس ويحاولون أن يحلو لكم هذه المشكلة ليس ألود الشعب الجزائري ولكن غير لأن المغربة لا يضحقون عليهم وليس متشفون فيهم الله أم لا شامت نحن لم نتشفون فيكم ولكن نحن نحاول نفهم وكيف يشعرون الدولة التي تخبط في هذه المشاكل كاملة عند الوقت أنها تساند البوليخاريو أو صنداليستان وتخسر عليهم الأموال الطائلة ولكن الجزائر خائفة من هروب العملة السعبة الذي صعب ترجعها خاصة بهذا الانخفاض لحادف البترول والغاز لكن هذا النظام العسكري عنده الزهر لأنه مستحيل تحتقر وتستعبد الشعب إلى هذه الدرجة وليس ينطل لك إلا في حالة واحدة إلا إلا وقيت اليوم مخدر ينسيهم في كل المشاكل والكوارث الذي يعيشون فيها هذا المخدر مع الأسف هو المغرب والنظام المغربي والمغاربة فالنظام الجزائري يدير لكم مشاكل الدنيا والدين ويوجه الإعلام للمغرب ومشاكل المغرب ولمحاولة تقسيم المغرب لكي يخدرك ويلاهيك ويبعدك على المأساة التي تعيش فيها وكيف يدل كثير من هذا كيف شخص من البوليزاريو لديه الحق يجيب سيارة ويبيعها لكم وأنتم الجزائريين منوعين من هذا الحق في بلادكم فكروا فيها جيدا ونسوا المغرب والمغاربة والدوة في الجيال والدوة في الزريبة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم